السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الورائي النهار دا حبايبي انامل مع بعض كده احلى واطعم كيكة برطقاء بمقادير سهلة جدا وبسيطة وتقدر تعمليها بكل سهولة تشايفين شكلها جميل ازاق يلا بنا مع بعض نشوف الطريقة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الورائي النهار دا حبايبي انامل مع بعض كيكة البرطقان بطريقة بسيطة جدا وطريقة سهلة اناملها في الخلط كل المقدير كده عم نحطاه مع بعض كده في الخلط مش هتاخد معي وقت ان شاء الله نشوف بقى مع بعض كده المقدير نبدأ بسم الله الرحمن الرحيق هنا معي دا كده حبايبي معي كوباتين دي ايه هي نفس الكوبات ديت انا عيرت بيها كوباتين دي حبت عليهم نخلتهم مرتين وحبت عليهم كيس بيكن بودر ورشة ملح هنا معي تلات تربع كوبات سكر ومعي هنا كوبات مية ونص كوبات زيت وانا معي اتنين بيضة كبيرة ولو بيض يعني عندك زغير او وسط هتحطي ثلات هنا معي معلقة بشر برطقان نعم اتنين برطقانة كده البشر امتح هنا بقى نيجي بقى ايه على ديت كده دي كده مربع بقشر اليوسفي هقولك بقى ازاي انا عملتها لان انا بعمل يعني بستغل قشر اليوسفي دواء السفندي وباخده وبعمل منه مربع في اول السفندي كده هوت وبشيله كده في كياس في الفريزة فراح اقولكو ايه بسرعة كده انا بعمل ازاي لان انا بستعمله بصراحة كلما باجي اعمل مربع برطقان بس تعمل فيها باخد كيس كده من الفريزة زي ما احنا شايفين كده دي كده تلت تربع كوباية كده هوت مربع هقولك بقى ازاي بتاخده الاشر اليوسفي يعني انا اخدت نص كيلو نص كيلو اشري يوسفي يعني بقطعه كده شريح وبعد ما بقطعه بنقعه بقى في مياه لمدة يعني تلت ايام كده حطيه في التلاجة وكل يوم غيري عليه المياه وتحطيه مياه حد ما ينزل المرارة اللي فيه بعد كده هتبدأ انت تحطيه في مياه وتسلقيه بقى على البتجاز يعني كلما يجي يطلع ريم كده اعتقد الريم كده بمعلقة وترميه كده ايه في قبل الحقد وتيجي بعد بعد ما خلاص كده اتسلق كده هوت فتيجي بقى تصف المياه اللي عليه ديت خالص وبعد كده بقى انا بضيف عليه يعني كوبات سكر كبيرة ربع كيلو سكر وبحط عليه برده يعني ممكن تخلي برده بدل ربع كيلو سكر لو انت عايزة تزود يعني الحلوة بتاعتها شوية بتعباها حلو شوية ممكن تخليه مثل 300 جرام سكر او 400 جرام كده يعني بس انا عشان بدخل الوصفة ديت في الحاجات اللي انا بعملها في كيكا يعني فبكتفي بربع كيلو ايه سكر على نص كيلو الاش بحط بقى السكر عليها وببدأ بقى اضيف عليها نص كوبات عسل كلوكوز بحط عليها وبعد كده بقى ايه برجحهم بقى ايه على النار يعني لحد ما السكر يبدأ بقى اللي هو يدوب كده هوت ويعني وتبقى فيها بقى يعني تبقى خلاص كده يعني السكر يتحول لسائل يعني وكده هوت فببدأ بقى اللي انا اضيف عليها ربع معلها صغيرة كده ملح لمؤنة وبعد كده برفحها بقى من على النقرة وبضربها بقى لما تبرد حبيبي بضربها بقى في الخلاط يعني بحطها بقى في الخلاط بضربها وبتبقى معي بالشكل ده كده شايفيه جميلة جدا فانا طبعا بستعمل الوصفة ديت يعني بعمل المربة ديت مش للأكل يعني انا بعملها وبستغلها كده في اي وقت عايز اعمل فيه كيكا فباخد منها وبدخلها في الوصفة دي يبقى انا كده قلتلكم انا ازاي بعملها حبيبي عشان ايه يعني تستغلهم بالقشر دوت بيبقى فعلا بتعملي منه وصفات جميلة جدا كده بقى حبيبي هنبدأ بقى ايه هنا معي بقى الخلاط هبدأ بقى اللي انا اضيف عليه احط كده كوبات الميا بالخلاط هنضيف بقى هنضيف بقى تلت تربع كوبات السكر انا ليه خطت تلت تربع عشان هي اللي هي تلت تربع كوباية ديت يعني دي بتعتبر فيها سكر يعني فعشان ما تباشي كيكا ايه حلو معي جامد لان دي مربة 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 بقى الشيليوس في انا و هنضيف برضو مصفات الزيت و هنضيف حبيبي الامين البيضة unleash اضرب الخليط مع بعضه في الخلاط اضرب الخليط مع بعضها اضرب الخليط مع بعض الخليط اضرب الخليط مع بعض اضرب الخليط مع بعض اضرب الخليط مع بعض اضرب الخليط مع بعض كمان الكيكا تبقى طعمها تحفى كمان الكيكا دي نبتاخدش وقت بس انا بس حبيت ان انا اشرح لكم المربى بس اشتركوا في القناة كده حبيبي كده خلاص كما احنا شايفين كده كده بقى انا مولاها على الفرن طبعا قبل ما بدأت فيها كنت مولاها على الفرن عشان يسخن معي كده بقى انا حدخلها على الفرن درجة الحرارة تبقى وسط يعني 180 كده وقت عن سبق بقى لحد ايه ما يعني ما تسوي كده معنا بعد كده بقى ايه حرجع تاني ونشوفها مع بعض كده حبيبي انا رسا مطلع كده الصينية من الفرن زي ما احنا شايفين كده بقى لحد ما تبرد خالص وبعد كده حبدا بقى لانا اقلبها على طبعا كده حبيبي حبدا بقى لانا اقلبها بعد ما سبت الاسبتها بردة خالص سبت كيكا بردة خالص شايفين حبيبي جميلة ازاي يعني وعطلوها هشة يعني مش اطلوها هشة كده وخفيفة من جوه اهيت ماركو برضو نفتحها ماركو برضو نفتحها رحبا يبشافي نه جميلة جدا نه خفيفة ازاي ماركو دي احنا شايعو كده حبيبي دي كده كانت الكيكا النهاردة كيكا سهلة كده وسريعة اتمنى للفيديو النهاردة تكونوا استفدتم منه حبيبي ممكن بقى انت تزينيها بقى زي ما انت عايزة عايزة تزينيها بكريمة البرتقان كده تعملي كريمة البرتقان كده وتزينيها من فوق الوش كده تصبيه عليها اللي هو يعني عايبقى يعني زي نص نص كيلو كده عصير برتقان عتجبيه وتضيفيه كده هوت اربع معالي بنشك بقر وتحليه بسكر وتعمليه على النار كده لحد ما عايزة كريمة ممكن برضه اللي انت تصبيه عليه وتزينيه ببشر برتقان عايبقى جميل جدا معاكم حبيبي يعني عايزة تزينيها بسكر بضرة وترش على سكر بضرة اللي يعجبك انا قلتلكم يعني طريقتين كده للتزييق نعم كده حبايبي انا كده بزينيه كده بحبة سكر بضرة يعني يدوها شكل كده هوت ساعة التقديم كده بيبقى شكلها حلو كده زي ما قلتلكم بقى لو انت عايزة تعملي كريمة برطقاء نعم وتصبيها عليها فالتزين ده اتبقى اي حاجة ترجعلكم بس كده يعني كده روشة خفيفة كده عوض حبايبي نعم ها كده حبايبي شايفين بقى الشكل بتاعها بقى جميل ازاق نعم اتمنى حبايبي اللي انتو تجربوها اهد بقى جميلة جدا السكر دها منظر جميل نعم هي كمان الطعم بتاعها جميل جدا جدا نعم شايفين شكلها حلو ازاق اتمنى حبايبي اللي انتو تجربو الوصفة الوصفة جميلة جدا ومقدرها بسيطة جدا تقدر اللي تتعبليها على الاولاد بكل سهولة اه بحبكم جدا في الله حبايبي كان معاكم حنان الوراء المنادة وفتحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة